شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين بغداد وأربيل لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذبة وذلك بما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وعموم العراقية عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة فيما جدد دعوته لتعديل نصوص الدستور التي أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة وأشار إلى أن تردد القوى السياسية للسنوات في إقرار قانون النفط والغاز أسهم في خلق الإشكاليات والأزمات وأوصل الأوضاع إلى هذه اللحظة المفصلية حيث يواجه الجميع تبعاته اليوم داعيا البرلمان إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية وأقراره دون تهاون